اشتركوا في القناة في اللغة العربية في بعض التولز اللي بيتوفر لك امكانية انه مثلا تقدم لك خدمات بحثية في اللغة العربية رقم واحد الموقع اللي ظهر امامكم اسمه المقال الحصري لو كتبت على جوجل هاي اللينك ظهر امامكم هذا بيعمل لك اعادة صياغة للمقالات البحثية العلمية في العربي حاولوا تجربوا جماعة اللغة العربية وشوفوا الرزلت ممتاز جدا هذا الموقع طيب من ناحية احنا هناك اذا بدنا نقلل الاقتباس نسبة البلغرزم نستخدم الموقع اللي قبل شو لجماعة اللغة العربية طيب ازاي ما عرضنا بعض المواقع اللي بتبحص لك هل يوجد أخطاء لغوية او املائية او قواعدية كذلك في اللغة العربية في موقع اسمه دقيق لي هاي يظهر امامكم هذا بيحاول يبين لك كل أنواع الأخطاء في اللغة العربية فبإمكانك تستخدمه للتدقيق الاملاء العربي للأبحاث العلمية التي يتم نشرها في اللغة العربية قبل شوي حكيت لكم أنه في أحد الطرق المستخدمة في عملية تقليل الاقتباس اللي هو أنك تعمل ايش تلخيص أنا أخذ فقرات طويلة جدا من بحث بدي نشرها في بحثي ما بأخذها كوبي بيست أول شي بعملها تلخيص من خلال الموقع اللي يظهر أمامكم resumer.com هذا الموقع بيوفر لك امكانية تلخيص الأبحاث في اللغة الإنجليزية أوكي مش في العربي لجماعة العربي راح نشر لكم موقع تاني بيلخص لك الأبحاث لكن في اللغة الإنجليزية resumer هذا بيوفر لك امكانية summarization التلخيص للفقرات اللي مأخوذها من أبحاث أخرى طيب بعدها برجع أستخدم الكويل بوت وبيعمل لي إعادة صياغة لاهظوا بعد ما أنا عملت تلخيص وبعدين reward reward الجملة الناتجة مختلفة كلياً عن المصدر فصفت بشكل مباشر إلك في عندي word to use dot com هذا الموقع بيوفر لي إمكانية المرادفات أنا بدي أقلل الاقتباس من خلال المرادفات أستخدم synonym ففي عندكم الموقع للظهر أمامكم بيستخدم لك عملية reward أو بيستخدم لك بيعطيك عدد من المقترحات للمرادفات للجمل اللي أنت بدك فيها فبإمكانك تأخذ كوبي بيست للفقرة أو للسطر اللي بدك تعمله أو تقلل في نسبة الاقتباس من خلال المرادفات وتوضعه في موقع reward to use أوك شو البرامج بشكل عام اللي بتساعد الباحثين كل مرحلة الكتاب من لحظة مختيار الفكرة لأثناء الكتاب لأثناء التوثيق لأثناء المراجعة لحتى هاي المواقع يتوفر لك وتقلل لك نسبة أنك تحصل reject فهاي المواقع ظهر أمامكم يوجد عدد منها أنا بالنسبة لي في مرحلة اختيار الفكرة بستخدم X-mind بيعطيك زي زي شجرة هون هيك إذا بتلاحظوا هاي الصورة بيعطيك زي مثلا شجرة بتربط لك كل أجزاء البحث مع بعض البعض في الريزلت في الديسكشن في الكونكلوجين في الابستراكت في عدد من الريفرانس اللي موجودين معك بينظم لك فكرة البحث وبتسهل عليك فكرة الكتاب في جانب الكتاب المرحلة الثانية الأغلب بيستخدم الورد ولكن لقدام شوي لما يصير عندك خبرة وتنشر بحث بحثين ثلاثة بيستخدم مثلا مواقع ثانية لاتيكس هذا كان كمان برنامج مخصص للكتابة العلمية للأبحاث بيكون مقسم لك الورقة البحثية الريفرانس الابستراكت الكل الورقة البحثية بيساعد في الكتاب في عماليتي في عندي الماشين الماشين أحد المواقع وفي عندي ابليكيشن زي الزوتيرو الزوتيرو مجاني وهو ألماني مجاني فور فري لكن الاند نوت والمندلي هذولة بدهم اشتراك سواء من جامعتك أو انت كشخص ففي عندي دائما البديل المجاني اللي هو الزوتيرو أو الموقع اللي أعطتكويا قبل شوية اللي اسمه سيتيشن ماشين في عملية المراجعة احنا بنستخدم الايثنتيكيت أو التيرنت ان هذولة مش مجانية ولكن في بديل مجاني زي البلغريزما أو البلغريزم تشيك اكس وفي مواقع زي الانلاين كورريكتر ها المواقع اللي بتساعدك اثناء عملية مراجعة الابحاث بدون بدون فلوس تكون فور فري مجاني اكيد ما تنسونا من دعم كل القناة شير سبسكرايب ولايك للفيديو تانكيو